اشتركوا في القناة في كل مكان اينما كنتم اسعد الله صباحكم وطابت جميع قتكم بكل خير هكذا تتواصل المنافسات هكذا تتواصل الانطلاقات الصباحية في ثالث ايام هذا المهرجان مهرجان ام القوين الذي يأتي بنسخته الثامنة عشر مع ثالث ايام هذا المهرجان وسن الاذاع سن الامتاع على بركة الله وحفظه وتوفيقه ينطلق شوطن السابع عشر الخاص بفئة الجعدان المهجنات لهجن ابناء القبائل الذين حضروا من شتى الميادين للمشاركة في هذا المهرجان نسير مع هذه الانطلاقة اخر الاشواط ختام هذه المنافسات الصباحية نتابع هذه الانطلاقة ونتابع البداية والصدارة والمراكز كم منهايل اعداد كبيرة من الجعدان تحضر في هذا الشوط نتمنى توفيقه للجميع نبدأ مع المركز الاول اول المنطلقين الذيب يتقدم الجموع بالمركز الاول لسيف بن جعفر بن اسهيل بن مرخان الكتبي يقدم لنذيب على المركز الاول وصدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني ووصل في هذه اللحظات منذر لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري يتقدم بالمركز الثاني شعار بن سويد بن قشمان المنصوري حاضر بهذا الاداء الكبير بينما المركز الثالث كيفان لمطر بن علي بورقيب الخاطري وغير في طريقة الى المركز الثاني المركز الثالث ووصل في هذه اللحظات وانطلق هنا منيف سالم بن محمد بن خلفان النياضي يتقدم من خلال يتقدم منيف المركز الرابع تدخل هنا القادم هذا هو عجيب لسعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري يقدم لنا منيف بهذا الاداء الجميل المركز الخامس ووصل هنا القادم أشقر أشقر على أشقر مثل الحر الأشقر لسعيد بن راشد بن سالم بارويس الكتبي يقدم لنا أشقر بهذا الاداء الجميل المركز السادس ختام هذا النداء وختام هذه الجولة يتقدم صايب لغفيق بن صغير بن عبد الله المالكي يتقدم لغفيق بن صغير بن عبد الله المالكي بهذا الاداء الجميل بالمركز السادس صاحب نقطة في صباح هذا اليوم يبحث عن نقطة أخرى لنعود إلى الصدارة لنعود إلى البداية إلى المركز الأول إلى مقدمة الشهود إلى البداية حيث أرى هنا شعار بن مرخان من يتصدر المجموعة بالمركز الأول يقدم لنا ذيب سيف بن جعفر بن اسهيل بن مرخان الاكتبي يقدم لنا البداية والصدارة الأولى المركز الثاني منيف منيف يا منيف سالم بن محمد بن خلفان النيادي يقدم لنا منيف على مستوى المركز الثاني بينما القادم الواصل جلمود عبدالله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري أول ندى لجلمود قادم مع الشعار بن مشيط هنا بهذا الأداء الجميل قادمين أهالي المملكة العربية السعودية يشاركونا في هذا المهرجان هنا أيضا أهالي السمحة أهالي السمحة قادمين بن مشيط المري من الجانب الآخر يأتينا هنا منذر محمد بن سويد محمد بن سويد بن قشمان المنصوري قادم بهذا الأداء الكبير المركز الرابع أرى هنا الأسماء أرى هنا الشعارات تدخل اسم جديد القادم سيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي قادم مع المركز الرابع والوصول الجميل والقدوم الرائع من مهاوش مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي قادم يقدم لنا شعار يقدم لنا مهاوش للمركز الخامس المركز السادس مرحبا بالقدم وصل حبشان سيف بن مطر بن عبيد الطنيجي يقدم لنا حبشان مع المركز السادس سداسية سداسية على الصدارة على البداية والمقدمة نحن الآن نحن الآن في جسر العبور في منتصف المسافة ثلاثة كيلو مترات انقبت وها نحن الآن ندخل مع الثلاثة كيلو المترات المتبقية نعود للمركز الأول جلمود على الصدارة عبدالله بن حمد بن سعيد بن أمشيط المري يالله يالمر أهالي الباهية يطالبونك بالسلام يطالبونك بالناموش يطالبونك بالانتصار المركز الثاني يتقدم هنا سيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي قادم مع الثاني المراكز بينما المركز الثالث يأتينا هنا مهاوش مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي حاضر بالمركز الثالث المركز الرابع يتدخل هنا منذر لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري قادم من الجانب الأيمن وصل منيف سالم بن محمد بن خلفان النيادي يقدم منيف بينما الدخول والهجوم القادم هنا القادم حمشان سيف بن مطر بن عبيد الطنيجي قادم وهناك ذيب أيضا لسيف بن جعفر بن مرخان الاكتبي يا لها من أسماء يا لها من شعارات شوط الختام لمن؟ شوط الختام لمن؟ وختامه مسك وختامه مسك لا زال بالمركز الأول جلمود جلمود على الصدارة على المركز الأول عبدالله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري يتقدم يواصل المسير بالمركز الأول 1500 متر بدأ العد التنازلي أو هنا كيلوين ما بقى عن خط النهاية العد التنازلي بدأ من عمري هذا الشوط القادم الواصل سيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي يحتل المركز الثاني يقدم هذا الأداء يقدم هذه النجومية مع المركز الثاني المركز الثالث القادم مهاوش مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي يقدم للمهاوش المركز الرابع يتدخل منيف سالم بن محمد بن خلفان النياضي قادم والواصل هو نذيب سيب بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي بينما التدخل من حبشان سيب بن مطل بن عبيد الطنيجي من يريد النداء فليتقدم اللي بناموسي روح اللي بناموسي روح اللي بناموسي حرك 1500 متر كيلو ونصف الكيلو ما بقى عن خط النهاية ما بقى إلا القليل راح الكثير يا بن مشيط راح الكثير يا المزروعي الله 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 جلمود جلمود لا زال بالمركز الأول عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري لا زال على الصدارة حاملنا الرقم واحد امدون بن رقم واحد امسجل بن رقم واحد وهو بالمركز الأول نمبر ون يا بن مشيط إلى أهل الباهية أهل الباهية حاضرين بحضور الأقوية بحضور العمالقة ولكن ولكن سيال منصور بن سعيد بن راشد المزروعي والقادم منيف منيف سالم بن محمد بن خلفان النيادي قادم وتدخل بحر فضل بن صالح بن خلفان الاغفل يقادم المركز الخامس يأتينا هنا القادم القادم هاوش مكتوم بن عبيد بن محمد الراشدي وهنا الوصول هنا متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي قادم الكاسبي قادم يا لها من إثارة يا لها من إثارة ولكن جلمود 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 على المركز الأول عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري وتدخل هناك القادم بحر 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 لفضل بن صالح بن خلفان الاغفل ولكن روح جلمود روح جلمود مع المركز الأول عبد الله بن حمد بن سعيد بن مشير المري مع المركز الأول مع اللحظات الأخيرة المري والاغفلي ولكن متعب متعب واصل حمد بن سالم بن راشد الكاسبي 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 أتانا من حيث لا نعلم في الأمتال الأخيرة شوف 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 يلي يتناظر بعينك وشوف عرض فائق عرض فارق يمتلك هذا القعود في ركض متميز بكل الوصوف نقبل عند النهاية دون هود لهنجاز السبق دايم ومعروف ان حضر في الشوط يثبت في الوجود سلام 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 جعلان سلام إلى السلطنة إلى سلطنة عمان تهانينا لحمد بن سالم بن راشد الكاسبي على هذا الأداء الجميل شوط الختام مع الكاسبي متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي المركز الثاني جلمود لعبدالله بن حمد بن سعيد بن مشيط المري المركز الثالث ثاني بحر فضل بن صالح من خلفان الاغفلي المركز الرابع حل هناك وضاح سلطان بن مبارك بن حمد الكتبي المركز الخامس الواعي حمد بن محمد بن علي المزروعي هكذا كانت الأسماء وكانت المنافسة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير إذن تهانينا ونموس لمالك متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي من قدم هذا الأداء بالأمتار الأخيرة وفاجأنا بهذا الحضور الجميل والتحدي المثير تهانينا وسلام أيضا جعلان هناك في سلطنة عمان وسلام سيحون سلام على هذا الأداء الجميل التوقيت الزمني تسع دقائق سبعة وثلاثين ثانية أربع أقزاء من الثانية تهانينا لمالك متعب حمد بن سالم بن راشد الكاسبي بينما منحل ثانيا مشاهدين لأعزاج المود عبدالله بن حمد بن سعيد بن مشاط المري يقطع مسافة سباب وتسع دقائق ثلاثين ثانية واربع أقزاء من الثانية تهانينا ونموس سلام يلباه يا سلام المركز الثالث كان مشاهدين لأعزاج توقيت الزمني تسع دقائق أربعين ثانية وثلاث اكزاب من الثانية كان هناك مع الثالث المراكز بحر فضل بن صالح من خلفان الغفلي هكذا كانت النتيجة تهانينا لمالك متعب حمد بن سالم براشد الكاسبي تهانينا ونموس لكل الفائزين